الموضوع ما يجري في كاركوك هو يختلف عن مجريات بقية المحافظات فكاركوك لم تشهد مفاوضات سياسية فعلية وعملية منذ 2005 2005 كان آخر انتخابات للحكومة المحلية في كاركوك وفي تلك الفترة القائمة مغلقة عدد المقاعد 41 نظام أو آلية الانتخابات كانت مختلفة كليا فجرى تشكيل الحكومة المحلية من المحافظة ومجلس المحافظة في تلك الفترة وفق هذه الشروط من تشكيل الحكومة المحلية من 2005 إلى الآن لم تكن هناك فعاليات سياسية عملية وفعلية بين الأطراف السياسية المختلفة في كاركوك صح هناك بعض النقاشات والمفاوضات في بغداد لقضايا يخص البلد بصورة عامة أما ما يخص كاركوك فهذه أول مرة أن تكون هناك مثل هكذا فعاليات سياسية بالتالي هذا الموضوع احتاج إلى فترة أكثر من بقية المحافظات ومن حسن هذه الكتل ومن حسن حظ كاركوك أن تدار هذه المفاوضات فيما بعد برئاسة دولة رئيس الوزراء أو برعاية دولة رئيس الوزراء والذي أعطى ثقل نوعي للمحافظة وأيضا لهذه الاجتماعات والذي بالنتجة أيضا أدى إلى النضوج السريع والتي قد تنتهي هذه الاجتماعات في غضون هذه الفترة إن شاء الله طيب يعني طيب يعني أستاذ طرهان يعني أي اتفاق سيتم براما يعني هل سيكون بموافقة جميع القوى أم أن الأغلبية سيكون لها الحسم طبعا القانون واضح فيما يخص كاركوك هناك فقرة قانونية هذه الفقرة تشير أن جميع الكتل الفائزة عليها أن تشترك في إدارة المحافظة بالتالي الجميع أمام القانون وأمام تطبيق هذه الفقرة يبقى فقط آلية توزيع هذه المناصب بين الكتل الفائزة في كاركوك هل يتم التوزيع وفق الكتل الفائزة أو وفق المكونات الفائزة هذه النقطة النقطة الأخرى هناك مشروعين اثنين حاليا وفق الرؤية الحالية واللي هي أن تكون أولا المشروع الأول أن يكون هناك تدوير لمنصب المحافظ وما يعقب ذلك من بقية المناصب التي من الممكن أن تبقى ثابتة فيما عدا منصب المحافظ ورئيس المجلس المقترح الآخر أو المشروع الآخر أن يتم هناك تدوير عند مكونين فقط أو كتلتين فقط والكتل الأخرى الفائزة إن لم يحصل على منصب المحافظ يحصل على مناصب أخرى بجميع هذه المناصب تكون ثقلها موازية إلى ثقل منصب المحافظ فوفق هذه المشروعين الآن هناك نقاش وأنا بتصوري أن الآن قد حان الوقت الكافي لغرض الخروز بالنتيجة بإحدى هذه المشاريع طيب الاتفاق السياسي برعاية رئيس الوزراء على عقد جلسة لمجلس كاركوك بعد عطلة العيد يعني هل هناك يوم معين لعقد الاجتماع هل ستتنفي حسم المناصب المحلية تماما وبصورة نهائية أنا بتصوري الآن هناك بعض الأطراف يؤدون مناسك الحج بالتالي سوف يكون هناك انتظار لعودة هؤلاء السادة وبعد ذلك الشروع مرة أخرى بالاجتماعات أنا هنا يعني من هذا اللقاء أوجه كلمة إلى الكتل السياسية المختلفة في كاركوك واللي عليهم أن يستثمروا وجود هذه الرعاية لهذه الاجتماعات أولا أن تكون هناك رعاية للحكومة المركزية والدولة الرئيس معناتها الطرف الضامن راح يكون موجودة ولا يمكن أن يكون هناك عدم تطبيق للفقرات التي سوف يتم التوقيع عليها في الاتفاق فيجب استثمار هذه النقطة كما يجب استثمار وجود رعاية للحكومة المركزية لهذه الاجتماعات في الحصول على بعض المكتسبات الاستثنائية لكاركوك مما يعجل من عملية الإعمار وإعادة الإعمار في المحافظة والتصور هذه النقطتين راح تكون مكفولة بالاتفاق على مشروع والخروج بنتيجة لتشكيل الحكومة المحلية في كاركوك طيب يعني أستاذ طرهاني تدوير منصب المحافظة يطرح كحل لأزمة تشكيل الحكومة المحلية يعني كيف سيتم ومن سيكون أول مكون يتسلم المنصب يعني إذا صار اتفاق على تدوير المنصب بالتالي لأي طرف آخر يبدي أنا ما أتصور هذه مشكلة يعني راح يكون صراحة الآن هو حوالي ستة أشهر يعني مر من عمر الحكومة فإن كان مثلا أن يكون الطرف الأول الكتلة العربية فهم اللي قدام أخذوا ستة شهر من إدارة المحافظة بالتالي سوف يكملون بقية الفترة مالاتهم وعد ذلك يتم تدوير إلى مكون آخر وهكذا أو أن يتم البدء بأي مكون آخر باعتبارا من تاريخ الاتفاق فأن يكون هناك اتفاق على تدوير المنصب فيما بعد أي مكون يبدي وأي مكون ينتهي هذا قد يكون من التفاصيل وغير ذات أهمية نعم من أربيل مستشار رئيس الوزراء طرهان المفتي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر